يعني حياتك من الناس اللي يكونوا تعبانين بس يقعد يضحك ويدحكنا عالموضوع احكيلي ايه موضوع بتاريك لحظة اما مفيش اصلا ببقى يعني ايه الدنيا مش هتوقف يعني قالها تعيبت ولا حد ولا اي حد يتعب هل بسئلة معنا الدنيا ما توقفش يعني هتوقف ليه يعني يعني عايا وهيروح وخلاص يعني ونقلص ومن لما مش هقعد هبكي انا كنت من عشر تيام كده رايح اصور في مسلسل في مستشفى ماشت في مستشفى فدخلت مستشفى غلط ومستشفى ثلاثة جنب بعض كده فدخلت مستشفى غلط وكنا عندي شوية مشاكل كده في الرجبة كده خفيفة يعني من اثر الحاجات كده كنت اعمل كيموثيرابي وراديوثيرابي وحاجات كده فالمهم ان ايه في شوية اثار كده خفيفة فايه حستت بها متوجعني شوية فشافوني دخلت فالناس شافوني دكتور كده شافني قال لي مالك في ايه طلوا رجلي واجعاني فلاقيت هجوم مجموعة دكتور روس رحهم الكاترين عليها وراحهم في ثانية واحدة رح مدخليني مستشفى ريسة جديدة بنشيله جده الورق من عليها في اكتوبر رح مدخليني الاشياءات عملت في ثانية واحدة يعني الصدفة اللي خيطك عملت العملية دي أول الله رح مدخليني وقال لك ايه 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 عملية ايه دلوقتي قال مستعالة دخلت روحت العملية وتعملت العملية في عشر دقايق وراحت خارج ومن غير بينك ومن غير اي حاجة يا خبرة بيد من غير بيك اول الله العظيم وخرجت زي الفل الحمد لله تعال لنا يومين كمان وتعالا نكمل بقية العملية انت حبيت الموضوع قوي يا حين جايين على العمليات رحت بعدها بيومين وتعمل العمليات تانية وخلاص برضه في عشر دقايق كده وخلصت الحمد لله بس تحتك دلوقتي كويس اه ماشي كويس كويس الحمد لله طب احنا مجاهزين لك ريبورتاج مون كنو نشوفه ونرجع تانية ياريت افعل يالله بيدا